في نفس هذا الإطار استقبل الرئيس رئيس مجموعة ألستوم الفرنسية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي والفريق كامل الوزير بحب جدا لما الرئيس بيستقبل رؤساء مجالس إدارات أو مديرين الشركات العالمية الكبرى التي تعمل في مصر وأنا هقول لحضراتكم ليه الرئيس استقبل المجموعة اللي بدأت تشتغل على منظمة الري وعلى المماكن اللي موجودة في سينة نهاردة لما بيستقبل شركة تخدوا بالكم أن هما كانوا من ثلاث دول مختلفة نهاردة شركة فرنسية بالأمس والنهاردة كمان هكلمكم عن حاجة مع ألمانيا كل اللي احنا بنتكلم فيه ده هو تعامل مع دول مختلفة احنا بنجيب الأفضل في كل دولة في كل فرع فاتقابل معاه وتحدث معاه عن توطين الصناعة والتكنولوجيا في إطار حالي أو مستقبلي مع شركة ألستوم الفرنسية وإنشاء مراكز لتدريب الخبراء المصريين للاستفادة من الخبرة الأجنبية في نقل المعرفة عايز أقولكم هذه الشركة متخصصة جدا وبالتالي أصبحت أنت مش بس جايبه علشان هو مقاول ضخم أو عملاق أو استشاري ولكن هو بالنسبة لنا مهم في نقل المعرفة